رغم التهديدات الإيرانية إلا أن إسرائيل حركت قطعاتها العسكرية في الـ 24 ساعة للماضية بشكل مكثف من أجل إشعال الحرب مع حزب الله اللبناني واجتياح الجنوب اللبناني هذه التفاصيل كانت قد نشرت اليوم من قبل عدد من المصادر المهمة مثل الـ Austin Defender, Jerusalem Post والجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بنفسه كان قد تحدث عن هذه التحركات وهذه التطورات وكانت هناك لقطات مصورة نشرت صباحا هذا اليوم لهذه القطعات والمعدات العسكرية الثقيلة التي بدأت إسرائيل بتحريكها باتجاه الشمال الإسرائيلي من أجل إشعال هذه الحرب وأيضا كانت هناك لقطات لمروحيات الأباتشي وهي ترافق هذه الدبابات والمعدات العسكرية تحرك واسع للغاية للقوات الإسرائيلية باتجاه الشمال الإسرائيلي تلاحظون من هذه الدبابة التي ظهرت أمامنا هناك علم وهذا العلم يتطابق تماما مع لواء جولاني الإسرائيلي وهو يوضح بأن لواء جولاني الذي سحب من غزة في ديسمبر من العام الماضي بسبب أنبان بأنه تعرض إلى خسائر وانسحب على إثرها هو الآن استعد بشكل كامل للانضمام للقوات المتحشدة في شمال إسرائيل للقيام بعملية عسكرية على حزب الله اللبناني جنوب لبنان وكذلك بدأت مناورة كبرى ومناورة كبيرة للقوات الإسرائيلية من أفراد ومعدات ودبابات استعدادا لهذه العملية لحظ المنطقة والظروف والمحاكات لهذه العملية ولهذه المناورات وكأنك في جنوب لبنان كما هو واضح وبالتالي هم يستعدون لهذه العملية كما هو واضح بشكل مستمر والحديث من الجانب الإسرائيلي بأن هذه المراحل الأخيرة للاستعدادات الإسرائيلية للبدء بهذه العملية العسكرية التي فيها أهداف معينة بالنسبة للجيش الإسرائيلي وهذه تأتي مع تصريحات قد ظهرت أيضا يوم أمس من قبل الجيش الإسرائيلي تحدث فيها بشكل واضح بأنهم انتقلوا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم في لبنان وتصريحات اليوم من وزير الخارجية الإسرائيلي قال يجب ردع حزب الله ولا نخشى القيام باجتياح بري والجيش مستعد ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي كذلك قال بأن إسرائيل تستعد لحرب محتملة ضد حزب الله وبالتالي هذه القوات ولكي نعرف ما الذي يجري الآن رغم التحشيدات الموجودة من قبل إسرائيل في هذه المنطقة في الشمال الإسرائيلي لمواجهة حزب الله اللبناني إلا أن هذه الدبابات والمدرعات والمعدات العسكرية كلها وصلت إلى حيفا تحشدت كذلك في الجليل الغربي وأيضا باتجاه الجليل الأعلى وهذا هو الذي يوضح بأن الأمور ستكون مختلفة تماما هذه المرة مقارنة بالفترات السابقة والمناورات والمناورة الكبرى التي نتحدث عنها هي تمت وتتم الآن أساسا في الساحل الغربي باتجاه الجليل الغربي تحديدا وذلك بمشاركة القوات أو القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي كذلك القيادة الخاصة الداخلية في وزارة الداخلية الإسرائيلية وأيضا بمشاركة أيضا القيادة البحرية الإسرائيلية وحتى القيادة الجوية بمشاركة طبعا الإطفاء الشرطة وحتى الإسعاف وهذا كله من أجل الدخول بمرحلة طوارئ هم يستعدون لمرحلة طوارئ بمعنى آخر هم يقومون بمحاكاة وضع الطوارئ الذي سيواجهونه عندما يبدأون بمهاجمة حزب الله اللبناني لأنهم بحاجة إلى التقدم على مسافة 10 كيلومترات ودفع حزب الله اللبناني على مسافة 10 كيلومترات إلى العمق اللبناني خلف النهر الليطاني ويستعدون لردة الفعل القادمة طبعا من قبل حزب الله اللبناني بترسانته الصاروخية الهائلة وبالتالي يكونون مستعدين تماما للتحضير لمثل هذه المعركة وبالتالي هذه المعركة أو هذه المنطقة إسرائيل حولتها إلى منطقة حرب تامة وواضحة للغاية ولكن أيضا في نفس الوقت أن هذه التحشيدات الكبيرة للغاية من جانب إسرائيل هي تضع فيها حسابات الضربة الإيرانية إيران لا زالت تتوعد بالانتقام لما جرى لقنصريتها في العاصمة السورية دمشق وهناك إحدى السيناريوهات التي تنظر لها إسرائيل هي أن إيران من الممكن أن تقوم بإطلاق صواريخها من أراضيها مباشرة على العمق الإسرائيلي عبر الجولان ومرتفعات الجولان لتضرب العمق الإسرائيلي هنا في هذه المنطقة ولماذا هذا قد يكون منطقيا من وجهة نظر إيران وخاصة أن المدنيين لم يعودوا متواجدين في هذه المنطقة تقريبا 100 ألف أو حتى أكثر من 100 ألف مدني إسرائيلي قد خرجوا من هذه المنطقة بسبب ما يجري من اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني وهذه المنطقة أصبحت فيها الكثير من التحشيدات العسكرية الإسرائيلية كما هو واضح الآن معدات ثقيلة دبابات جنود ألوية فرق وبالتالي بالنسبة لجانب الإيراني هنا ما يبحث عنه مثل هذه الاستهدافات ستحقق له أهداف مهمة للغاية بمجرد ما يطلق صواريخه باتجاه هذه المنطقة إنما سقطت ستسقط على القوات الإسرائيلية بشكل مباشر وكذلك أن الأمر لو تم التنسيق بين إيران وبين حزب الله على توقيت هذه الهجمة المسألة ستكون مؤذية للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي لأنها ستقع هناك الكثير من الخسائر سيكون هناك استنزاف كبير للقوات الإسرائيلية وتدمير للعديد من المعدات الخاصة بها وهذه القوات أساسا هي معدة وتستعد وانتشرت من أجل التقدم لحزب الله اللبناني هو أيضا مثل هذه الضربات ممكن أن تفتح بابا أيضا لحزب الله أن يحقق بعض الهجمات في العمق الإسرائيلي لتحقيق المزيد من الخسائر واستنزاف أكبر قدرات ممكنة أو أكبر قوات ممكنة من الجانب الإسرائيلي وبهذا يحققون مسألة مهمة هو تأخير التقدم الإسرائيلي والخطة الإسرائيلية للدخول إلى جنوب لبنان وللحفاظ على القدرات الخاصة طبعا بحزب الله اللبناني بالتالي هذا السيناريو معد وخطير للغاية على الجانب الإسرائيلي وخاصة أن إيران من الممكن أيضا أن تستخدم صواريخ ليست فقط باتجاه هذه المناطق وأيضا ممكن أن تستهدف حيفا تحديدا من الممكن أن تضرب مطار حيفا أو تستهدف ميناء حيفا الذي يعتبر هو الميناء الأساسي الآن بالنسبة لإسرائيل بعد كل ما فعلته جماعة رحوثي من هجمات على البحر الأحمر وعلى خليج عدن وحاصرت مضيق هرمز وأدت إلى مشكلة بالنسبة لإسرائيل على مستوى ميناء إيلات وميناء حيفا هو الذي يقدم الكثير من الدخل والأموال بالنسبة لإسرائيل بالتالي استهداف هذا الميناء أو المطار الموجود في ميناء حيفا أو في حيفا هذا سيؤدي إلى مشكلة حقيقية مالية على إسرائيل وبالتالي هذه السيناريوهات تعلم إيران بأنها ستكون محرجة للغاية لبنيامين نتنياهو وبالتالي هذا من الممكن أن يؤدي إلى نصر كبير لمعارضه وسقوط حكومته إن تحققت مثل هذه الهجمات خاصة الاختراق من حزب الله لإستغلاله مثل هذا السيناريو لأن الأمر سيبدو وكأنه السابع من أكتوبر وبالتالي هذا السيناريو تحسبه إسرائيل وهذا أيضا يفسر لماذا إسرائيل تحشد بشكل كبير في هذه المنطقة لتضع بحساباتها مثل هذا السيناريو القادم من الجانب الإيراني والهجوم من قبل إيران من أراضيها عبر مرتفعات الجولان هو أمر محتمل للغاية وهذا واضح من خلال عمليات التشويش العسكرية التي تتصاعد في الداخل الإيراني يوما بعد يوم هنا تحديدا في تبريز في شمال غرب إيران إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة الآن هنا الثالث من أبريل من الأسبوع الماضي لاحظ حتى الثمانية وأربعين ساعة الماضية أي سادس من أبريل التشويش ازداد هنا أصبح باللون الأصفر أي ارتفعت عملية التشويش العسكرية في هذه المنطقة وهنا باللون الأحمر لاحظ هنا قبل وهنا بعد لكن لاحظ ما الذي جرى يوم أمس في الأربعة وعشرين ساعة الماضية لاحظ كيف الأمور تطورت هنا هنا في هذه النقطة هناك زيادة ورفع لنسبة التشويش العسكري في هاتين النقطتين إلى شمال تبريز وطبعا هذه نقاط التشويش أيضا حاضرة بهذه المنطقة ومستمر وهذا يعني أن الأمر ليس للتجريب بالنسبة للجانب الإيراني لاحظ قبل ولاحظ بعد وهذه المنطقة والتشويش لا يأتي في منطقة عادية أبدا لا أبدا بل إذا ما ذهبت إلى تبريز الآن ستجد من خارطة القواعد الصاروخية الخاصة بإيران هناك ثلاث قواعد صاروخية موجودة في هذه المنطقة بالقرب من تبريز وبالتالي عملية التشويش في هذه النقاط التي رأيناها لشمال تبريز وكذلك عمليات التشويش التي تأتي في هذه المنطقة هي توضح أن إيران تريد أن تخبأ عمليات وتريد أن تخفي التحركات العسكرية التي تقوم بها وتريد أن تخفي لحظة فتح الفوهات الخاصة طبعا والفتحات الخاصة بيئة الصواريخ في القواعد الصاروخية وبالتالي لن يعرف أحدا بالضبط متى ستنطلق هذه الصواريخ بمعنى آخر بأن الجميع سيلاحظ الهجوم الصاروخي عندما تكون هذه الصواريخ فوق شمال إقليم كردستان وهي تتجه لإسرائيل إذا ما كانت هذه التحضيرات أو كانت هذه التحضيرات من أجل مهاجمة العمق الإسرائيلي يعني بمعنى آخر أيضا وبصورة أوضح هنا تبريز التي نراها والتي أشرنا إليها الآن أن الهجوم من الممكن أن يأخذ هذا الطريق بأكمله فوق إقليم كردستان فوق كذلك السوري لتصل إلى مرتفعات الجولان هنا مرتفعات الجولان وبعدها تصل إلى المنطقة الشمالية بهذا الشكل لكن طبعا هذا التشويش الموجود في هذه المنطقة تحديدا هو أيضا قد يعني الكثير لخطة إيرانية لضرب نقاط في إقليم كردستان وتدعي بأنها مقرات للموساد الإسرائيلي وتحفظ ماء الوجه لما جرى في القنصلية الإيرانية طبعا من قبل إسرائيل في الأيام القليلة الماضية بالتالي هي حسابات ممكن أن تذهب يمينا ممكن أن تذهب شمالا ولكن بالنسبة لإسرائيل هذه التحشيدات تعتبر من الناحية التكتيكية هي مهمة للغاية ولكن أيضا من جهة أخرى طبعا إسرائيل تحشد في هذه المنطقة خاصة وأنها ترى بأن إيران نوعا ما بدأت تأخذ الخطة الدبلوماسية رغم كل التهديدات التي نتحدث عنها لكن إيران بدأت ترعب على الخطة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية ونوعا ما بعض الأنباء القادمة من الأوساط الإيرانية والأوساط الإسرائيلية نقلتها مثل جروز لونب بوست أكدت بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بأن لو كان أو لو تم هناك أي اتفاق أو أي هدنة في قطاع غزة لن نضرب إسرائيل ولن ننتقم من إسرائيل مما جرى في القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وللمفاجأة فجأة للأنباء اليوم بحسب وكالة رويتر استحدثت بأن هناك تقدم ملحوظ في هذه الهدنة والمحادثات التي تجري في جمهورية مصر العربية بين إسرائيل وكذلك بين حركة حماس وبوجود وبإشراف كامل من قبل مدير الوكالة المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز هناك أخبار قوية بأن هناك هدنة قادمة في قطاع غزة وحتى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كان في عمان التقى بالعمانيين بهذا الشكل في استعداد لهذه الهدنة على ما يبدو كذلك التقى في عمان بالمتحدث باسم جماعة الحوثي كما تلاحظون هنا وبعدها حلق مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق وهذه الطائرة الخاصة بوزير الخارجية الإيراني وصل طبعا إلى دمشق والتقى بالرئيس السوري بشار الأسد وبعد ذلك افتتح القنصلية الإيرانية الجديدة بهذا الشكل بالتالي فتحوا قنصلية أخرى وهذه هي صورة القنصلية الإيرانية الجديدة البديلة للقنصلية التي دمرتها إسرائيل وأدت هذه الضربة الإسرائيلية إلى مقتل سبعة من الشخصيات العسكرية رفيعة المستوى في الحرس الثورية الإيراني تعتبر واحدة من أكبر وأخطر ضربات التي نفذتها إسرائيل بشكل مباشر على الجانب الإيراني بالتالي بالنسبة لإسرائيل هنا ترى بشكل واضح أن الأمور نوعا ما مع حركة حماس قد تصل إلى هدنة مبدئيا ولكن بنيامي نتنياهو في نفس الوقت وفي ظل هذه الأنباء كلها طبعا هو قد صرح قبل ساعات قليلة من الآن وقال بشكل واضح بأنه حدد موعدا لاقتحام رفح أي أنها مسألة ستنفذها إسرائيل ولن تتراجع عنها أبدا ولكن هناك مفاوضات تدخل فيها إيران تدخل فيها الفوليات المتحدة الأمريكية وهو سحب وحداته المهمة من خان يونس استعدادا لعمليات أشبه بعمليات مكافحة الإرهاب على رفح بالتالي هناك شيء من الانتظار الذي يجري وكذلك أن الجانب الإيراني لم يفعل شيئا حتى هذه اللحظة لم يوجه أي ضربة طبعا من العمق الإيراني من أجل الانتقام لما جرى تحديدا ومتوقع أن تأتي واحدة من الضربات من هذه المنطقة التي أشرنا إليها الآن أو نشير لها الآن طبعا من تبريز وكذلك في نفس الوقت أيضا بالنسبة لإسرائيل هذا يعني أنه نالك نوع من الانتظار وبالتالي هي أمام فرصة الآن لإشعال الأمور مع حزب الله اللبناني أضعفت الكثير من قدرات حركة حماس خلال هذه الأشهر الماضية في حرب قطاع غزة وبالتالي إسرائيل يبدو بأنها تبحث لاستغلال هذه المسألة والتقدم وأضعاف قدرات حزب الله اللبناني ولن تبقى إلا الفصائل الموجودة في المنطقة المقربة من إيران في سوريا أو حتى في العراق وهذه لا تمتلك هذا التأثير الكبير على إسرائيل مقارنة بحزب الله اللبناني أو حركة حماس كما طبعا تقيم الأمور إسرائيل وبالتالي يبدو أن هذا كله يفسر لماذا إسرائيل تحشد بقطعاتها ونقلت معداتها العسكرية الثقيلة وبدأت بمناورات هي تعتبر المرحلة الأخيرة لعملية التقدم والتهيئة للتقدم باتجاه جنوبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر